فساء الخير انا دكتورة ياسمين محمد اليوم اتنا مادة الميديكال فزيكس رح نقرأ ورح نفهم المجرمات من اللامف بوليوم يعني انا رح اقيس الحجم الرأى وشلون ديصير بها توسع وشلون ديصير بها توسع ونفس الوقت تقلص بعمليات الشهيق والزفير رح اعرف كمية الهواء اللي دا تقدر تطلع من الرأى واللي دا تقدر تستقبله اوكي منعتها استدل انه الشخص عنده فتدفاكت معين بالرأى اكفة خلل معين عن طريق هذا الشي فرح نقرأ فالجهاز هو رح يكون بها الامور رح اسمينه بالسبايروميتر السبايروميتر is the main piece of equipment used for basic pulmonary function test اه انا هسا من اروح اي شخص الرأى مالت مثلا ضعيفة او مثلا فالتشخص صار مثلا عنده فلاونزة ورا صاد عنده قحة وراه بلاي يلاحظ انه دا يصر عنده اجهاز دا يصر عنده تعب ونحا يروح للطبيب حيسوينا pulmonary function test رح يستخدم هذا الجهاز بسبايروميتر شو رح يقيسلي السبايروميتر رح يقيسلي مقدار الهوى اللي دا اقدر اتنفسه اوكي شغلة ثانية السرعة اللي اغني دا اطرح بها الهوى تموم؟ فهنا هي تتلاحظها بالسبايروميتر انه رح ينفخ بي اكو جهاز انه تنفخ بي اوكي اشقد الهوى رح تنفخ بي تمام؟ وشقد السرعة دا تنفخ بيها وعن طريقة يشوفوك كفاءة الرأي سبايروميتر ياخذ من 10 الى 20 دقيقة او احيانا يطول لانه احيانا انه يسوي له طبيعي بدون اي ادوية يقول له من 10 الى 20 دقيقة هذا الجهاز هنقيسه شي قدر تطلع هوا مش قدر سرعة وهيطي بروكو دايليتر اوكي ويشوف شي قدر من اطي بروكو دايليتر عملية التنفس هتكون ابطع انعدشه سبايروميتر اوثن استخدام اوكيه 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 слышر عن هذه الى هذا الشورتنه اسوف منذ ajuda ذف anyways so هاتس اعرف ليش هشوف تأثير الملوث عليه اوكيه تakin�ife الى ادوية احيانا اكون ادوية تقلب فهتاثر علي الرأى وأشوف كفاءة الرأمات بشكل عام على مود أقدر أنضي دول وأروح على غير مشاكل ممكن تكون عندي There are various types of spirometer that use a number of different methods for measurement Spirometer هو الاسم الأساسي للجهاز اللي أنا هستخدمه على مود أشوف كفاءة الرأم رح يستخدم هواية طرق منها الpressure transducer رح يحول الضغط منها الالترا سونيك اللي هو الجهاز فوق الوجهات الضغطية أكو الwater gauge اللي هي سعة الماء فإذا رح يستخدم هواية طرق نفس الغرض آني أرد أشوف الفنكشن ما الرأة عندي There are some conditions where it may cause problems with spirometer measures لما أنا أستخدم spirometer آني لازم قبلها أبلغ الطبيب إذا آني عندي هاي المشاكل لازم أبلغه لأنه رح تكون القيم مالتي إنه مالي breath اللي دي صر عندي جقد الهواء جقد كمية الفوليوب اللي دي أبعثه بالتنفس جقد السرعة رح تتأثر إذا آني مصاب بهاي الأمراف فلازم أبلغ الطبيب على مودة المجرمنت مالته تكون يحطها بحسابه لما يطلع الناتج مال التنفس ماتي أو مال الفنكشن تيست لبلميناري فنكشن تيست فمثلا إذا آني مثلا لا سامح الله إذا واحد عنده هذولي كلهم آني لازم أجي أقول للطبيب مثلا أبسط شيء إذا واحدة بآخر أشهر الحمل هنلاحظ أنه عندها shortness of breath فهي الطبيعة مالتها عندها shortness of breath مو يجي من يشخصها مثلا أكو shortness of breath فراح يروح يحول غير شغلات لا هو عادة المرة بسبب ثقل لدي صرعتها فدي صرعتها shortness of breath فيخلي بحساباته هذا الشيء على مود لا يأثر على الفنكشن تيست اللي آني ده أسوي مثلا الشخص اللي عنده نوبة قلبية الشخص اللي متعرضت جراحة الشخص اللي عنده جيوب ما ده يقدر يتنفس من أنفه فبس من حلقة فأشوفه ينهت أشوفه عنده shortness of breath أوكي الأشخاص اللي عندهم تكيكارديا مثلا فلازم آني هاي كلها أحطها بحسابي وأبلغ بيها الطبيب قبل ما أجي أسوي الجهات أستخدم الـ Spirometer عمد أشوف Pulmonary Function Test هسا Pressure Airflow Volume relationship of the lung هسا رح أسوي علاقة بين الـ Airflow بين Pressure الضغط اللي عندي فرق الضغط اللي يصير على مدعاني كلنا دي يصير inspiration expiration وأيضا المقامة اللي ده تصير عندي أول شيء Airflow is directly proportional to the pressure difference between the mouth nose and the alveoli جريان الهواء الهواء احنا يجي من الخارج للداخل ومن الداخل للخارج من الخارج للداخل بعملية inspiration ورح نشرح الميكانيزم مالته expiration من الداخل إلى الخارج فهنا يقول لي رح تتناسب تناسبا طرديا هو فرق الضغط اللي عندي فرق الضغط اللي بين mouth والنوز وفرق الضغط اللي بالـ اللي بالحصائلات الحواصلات الهوية اللي هي قلنا الساكس الصغيرة which can be represented as الهواء رح نطير مدل كي and that is directly proportional to the pressure differences وسترح نقول ليش رح يصير differences من رح نشرح الميكانيزم مال inspiration expiration رح أعرف ليش رح يصير عندي pressure differences مين رح يتولد on the other hand the relationship between air flow and air wave resistant is inversely proportion العلاقة بين المقاومة اللي دا تبديها المجرى الهوائي عندي عندي مو رح يمر بالتريكيا بالبرونكول هذولي رح يسوون resistant لجريان الهوى اللي دا يجري بيهم كل ما تزداد العاقة رح يقل الجريان لانو انا دا عيق الجريان فاكيد رح تقل عندي فالتناسب بيناتهم عكسي عكس التناسب بين الـ Airflow من قلنا انه هو تناسبة طرديا جمع ليها بقانون سوالية قانون او نانا R في Q او اقول Q دلتا P على R لانو هي divided by R او اقدر انقلها هنا هنا سوية نفس الشي سلمهم هنا اعرف المصطلحات لكيو شنو تعني دلتا P شنو تعني الـ Air شنو تعني والعلاقة بينها توم شنية During inspiration خلال عملية الشهيق انو دا اخذ الهوى من خارج للداخل الحجاب الحاجز رح يتقلص من يتقلص الحجاب الحاجز رح ينزل لي جوا فاش رح يسوي لي رح يزيد حجم الرأة اوكي فاش رح يقل الضغط داخل الانو بيري اعني من ازيد الحجم يقل الضغط التناسب بين الحجم والضغط احنا قلنا عكسي اذا نتذكر الـ Ideal Gas Low قانون الغازات المثالي احنا ستشان يقول PV يسوي NRT ال P تتناسب عكسي و LV فاني من زد الحجم هنا شويت قللت الضغط فلذلك رح يصير جريال الهوى من الخارج الى الداخل اوكي بالحالة العادية الدايفرام صاعد تمام انا من درد ابدي الانسبايريشن وهي عملية اكتف عملية تحتاج طاقة لانه اول شي رح سوي رح سوي تقلص الدايفرام و رح ينزل لي جوا فرح يزيد عندي الفوليوم من زاد الفوليوم حيقل البرجر تمام فصار عندي فرق بالضغط بين الخارج و الداخل الخارج اعلى الداخل الاقل فرح ينتقل من الاعلى للداخل رح يتم عملية الانسبايريشن which causes air to flow into the lungs تمام انه رح يسوي تدفق الهوى لالرأة airway resistance is the pressure differences between the aloeveoli and the mouth divided by the flow rate and is determined by polyos low فهنانا يقول لي air resistance مثل ما حتيت انه انا ربطت الair flow ويا air resistance ويا pressure differences or gradient رح يقول لي هنانا يابل air resistant حيسوي ثمانية ان L على pi r تكعيب الان اللي هيش رح اتمثل لي رح اتمثل لي الفيسكوسيتي الال هي رح اتمثل لي اللينث اللي هي طول ما المجرى الهوى اللي رح يسوي لي resistant الار هي الريديوس اوكي الدياميتر of the airway ما هي تقول لي اختلاف الضغط بين الالبيولي والماث اقسمها على flow rate واكتر اختصره بهذا القانون based on this equation it is the diameter of the airway can make a tremendous impact changing the flow rate by a power of four فاذا ناني هنانا رح الاحظ انه الار مرفوعة الاربعة فلذلك رح يكون تأثير الريديوس اوكي ما للairway اللي عنده تأثيره شبير على الairway resistant لانه هو مرفوع القوة اربعة فاذا قيم تفنية فمرفوع القوة اربعة حتصير 16 اوكي فتأثيره حيكون اكثر من البقية اوكي فلذلك حيكون الى تأثير impact اقول شبير بتغير الflow rate by a power of four عسا يقولي الairway resistant the definition of airway resistant is the change in the transpulmonary pressure needed to produce a unit flow of gas through the airway of the lung يقولي هي مقامة مجراء الهواء شنو معناته الairway resistant اللي هي مقامة مجراء الهواء مجراء الهواء قلني هو الطريق دا يمشي به الهواء على مديوصل للاليفيولي هذا الطريق او هذا الairway هذا رح يسوي لي شون نقول مقامة للهواء اللي دا يمشي فاذا هسا الشي يقولي تشكل اقول هو التغير في الضغط عبر الرأوي لانتاج وحدة تدفق الغاز عبر الممرات الهوائية للرأي او رح يطيق تعريف ابسط انه هو التغير او بطريقة المعادلة اقدر اعرفها اللي هو شنو اللي هو التغير بالضغط بين قلني انه الفم والحواصلات الرأوية واقسمها على air flow مثل ما حد جانا اقدر اقول الار هي التغير بالضغط على الكيو اللي هي الair flow كل بساطة اي تعريفين انه معناه واحد تمام هسا عندي اقفة فاكتورز airway resistant by three main factors اقفة عوامل رح تأثر على المقاومة المجرى الهواء خلنباوع شنو انا قلنا هي ال ان وعندي شنو ار خلنباوع شنو تأثير هذولي عليها the first factor is air viscosity اللي هي لزوجة الهواء اللي هي الان هيا represented by n the relationship between airway resistant and air viscosity is directly proportional كل ما تزداد اللي زوجة كل ماانيش دايصر عنتي دايزيد الresistant وديقل شنو الair flow note also that the viscosity of the gas but not its density affect the pressure flow relationship اضافة اى ذلك الviscosity مال الغاز راح تأثر بس مو الدنسي مالته the second factor that effect airway resistant كوه شنو is airway length طول طول مال الairway اللي عندي كل ما تكون طويلة اكثر كل ما الresistant راح تزيد تمام لانه العلاقة بينتهم علاقة طردية where longer airway have higher resistance than shorter airway كل ما تكون اطول كل ما تكون مقاومتها اعلى كل ما راح يقل الair flow لانه التناسب بين air resistant والair flow عكسي the doubling the length only doubles the resistance لما اضاعف ال L اللي هي length راح يضاعف للresistant the third factor is the diameter of the airway اوكي ال R اللي هو ال radius راح تلاحظ يتناسب وياتناسب عكسي فكل ما يزداد ال diameter مالته كل ما يقل ال air ال air resistant ومن يقل ال air resistant راح يزداد ال air flow ورح تلاحظ تأثير ال R يكون كبير على ال air resistant لانه مرفوع للأس اربعة فقيمته راح تكون تأثر كأنه اربع ابعاف هسا راح نحتي عن ال breathing بشكل عام راح نحتي عن ميكانزم شون ديصر عملية inspiration وشون ديصر عملية expiration اوكي فأول شيش راح نبتي راح نحتي بشكل عام the air that we breathe in and out of the lungs various in its pressure الهواء اللي راح يدخل يخرج راح يكون مختلف بالضغط اوكي لانه حسب المكان اللي انا ده نقل so basically when there is a full in air pressure the alveolar spaces اوكي full and the air entered the lung لما يكون الضغط يقول جو لما يكون الضغط بالداخل قليل راح لاحظ انو المسافة بين الاليبيولي حتقل تمام فthe air راح يدخل للنغ and at the pressure of the alveolar within exceed the atmospheric pressure the air is blown from the lungs فهناش ده يشرح لي ده يشرح لي طريقة مختصرة انو قاني لما نقل الضغط جو الاليبيولي قاني ش راح يصير راح يتحرك الهواء من الخارج الى الداخل بس من الضغط داخل الرأة يزداد او داخل الاليبيولي يزداد راح يتحرك من الداخل الى الخارج هس نشوف شنو اللي يخلي الضغط يقل او يزداد هل هو الضغط نفسه لو اكو عامل راح يأثر على الضغط فيخلي قيمة تقل وقيمة تزداد خلي بقى ألش inspiration ثلاث عمليات راح تصير بالinspiration اول اكو عندي فدع عضلات اوكي اللي هي عضلات خارجية راح تتقلص اوكي هي تكون ملصقة للضلوع فتتقلص الى الخارج من تتقلص الى الخارج اللي الظلوع اللي عندي الـ 12 اللي عندي ايضا راح اقول راح يروح للخارج راح يسحب للخارج اوكي فهذا شرح يسوي لي راح يزيد تجويف الصدري زد حجم التجويف الصدري الـ داي فرام قلنا احنا راح يصير بي contraction من يصير contraction وين راح ينزاد التجويف الصدر اوكي اضافة ع ذلك حيسوي لي تقلص بالابدومين المصر لانه من راح ينزل عليه راح يقلص العضلات مع البطن وانتو جربوها بالتنفس وباعو جدي صرعتكم هسا من زيادة الـ راح يسوي لي فراغ جزئي بين السكس مع الهواء اوكي راح يصير عندي فراغ راح يصير عندي فراغ لانه ازدت الحجم من ازيد الحجم كأنه راح يزداد الفراغ اللي بين الـ الـ زين انا يعني شنو قللت الضغط اللي موجود عندي فدملاحظة احطها مهمة هنا من ده نشرح عن الانسباريشن او الانسباريشن انه انا اكو علاقة اكسية بين الضغط وبين الحجم كل ما ازيد الحجم كل ما الضغط رح يقل عندي فهنا انا سويت كل العمليات الممكنة على متأزيد الحجم فلذلك رح لاحظ الضغط قل اوكي فصار عندي فرق بالضغط بين الخارج وبين الداخل او بين الماث وبين الالبيني فمن صار عندي فرق بالضغط رح يتحرك من الخارج الى الداخل وتم عملية الانسبايريشن هنا اجد يقول انه هذا التوسع اللي صار بالتشيست كافتي رح يسوي فراغ هذا الفراغ على مود انه املي رح يسحب الهواء من الخارج الى الداخل على مود يملي الفراغ اللي صار عندي بالاليفيول وتصار عملية الاليفيول يعني شنو عندي عندي كابلاري رح تضطي الCO2 وتاخذ الO2 اللي عمليتها بيها بعملية الانسبايريشن the process of intake of atmospheric air is known as inspiration it is an active process هي عملية اكتف ليش لاناني احساج بها بها طاقة بالحالة العادية يعني الابdominal muscle تكون rest ال diaphragmatic كل الاعلى عندي العضلات نقول الخارجية اللي على الصدر اوكي تكون ما متقلصة بس اني بالانسبايريشن كلها صرف الطاقة عند قلصة عند تصير عملية الانسبايريشن فاقول هي active process تمام الفاؤو when the volume of the thoracic cavITY increases and the air pressure decreases and the air pressure او تزيد تقلص الدايفرام اني او تزيد اقصد بي الحجم فمزدت الضغط قللت الضغط فلذلك هذا تخلق الضغط اريد اسده فرح ينتقل من الخارج الى الداخل contraction of external intra intercostal muscles هاي العضلات رح يصير لها the contraction اوكي اللي هيش رح تسوي رح تزيد الضغط the thoracic cavity الاكسترنال اوكي اللي احنا شقلنا هنانا عليها they would be contraction of muscles attached اللي هي external intercostal muscles رح يصير بيها contraction اوكي اللي هي متصلة بالربس on the outer side which pulls out the ribs فاش رح شنو رح تسحب الربس للخارج فرح تزيري the volume of the thoracic cavity contraction of the diaphragm further increases the sides of the thoracic cavity the lung expand فاذا اضافة الى انه دي صور عندي تقلصات بال external intercostal فرح تسحب للخارج اوكي دي صور عندي ايضا تقلص بالدايفرام فدينزل لي جوه فديزيد لي ايضا حجم الرضاء كأنه with the expansion of the lungs the air pressure inside the lung decrease فاذا احنا قلنا زدنا الحجم بثلاث طرق فاذا اشقال عندي قل الضغط لذلك اريد عادي للضغط فاش رح يمشي ش رح يصير رح امتصل هوا من الخارج الى الداخل على موت اعادلة عملية اكتف لانه بالحالة العادية انا ما سوي contraction ولا اسوي contraction للدايفرام ولا سوي contraction لابدومينال مصص لا تكون بحالة rest هس عملية الinspiration الزفير اللي هي اقدر اقول هي عكس الinspiration انا هنا حقل للضغط حقل للحجم فمن يقل للحجم الضغط حيبين كبير فرح يصير عندي تخلل بين الضغط الداخلي والخارجي فرح يطلع الهوامن الداخل الى الخارج على موت يرجع عادل هاي عملية passive لانه هي عملية كأنه انا ارجع للحالة الطبيعية فما رح اصرف بها كأنه طاقة انما هذيك العملية احتاجت بها طاقة لانه سويت تقلصات لهواية شو نقول احنا عضلات بالجسم ورا ما صار عندي تبادل غازي انا مليئتي الالبيولي بالاكسجين الاكسجين راح للكابلاري اوكي والكابلاري اغذت والكابلاري الططني CO2 فإذا هسا انا لطلع CO2 تمام فبعد ما صار تبادل غازي occurs in lungs and the air is expelled اوكي عملية التخلص من الهوار او تخلص من CO2 او ارجع للحالة الطبيعية انه روح هاي التقلصات هي هاي عملية الزفير اوكي دوني تس بروسس موسلز اتاج تو ذا ريبس كونتراكت اكو نوع من انواع العضلات مرتبطة بالربس راح يصير لها تقلصات هناك سميتها اكسترنال انتر كوستال اهناش راح سميها اوكي فإذا ان يرجعهم الحالتهم الطبيعية والحجاب الحاجز او المعدة او البطن بشكل عام هنا سوت قللت التجويل الصدري من قلل من ازداد ازداد من قلل حجب زاد الضغط فرح يخرج عن طريق الان ميكانيزم هسا راح يشرح لي بدقة عملية التخلص او طرح اوكي او انو تسوي زفير عم تتخلص من الكربون ديوكسايد اسمي اكسبير وات سباسف لانو حرجع كل شي للحالة الطبيعية هنا انا بالعكس منقلل الثورس الكابتي يعني قللنا الحجم فبغض رح يزداد فاني ارد اثوي اكويلايز ارد ارجع للحالة انو اسوي تعادل فرح اتخلص من ديوك الاكسترنال انتركوستل مصول الاكسترنال اللي تقلص في بداية هناش رح يصير لها رح يصير لها ريلاكس بط الاكسترنال انتركوستل مصول كونتراكت بس العضلات احنا نقول الداخلية اللي مرتبطة بالردس هنا رح تتقلص ليش رح تتقلص على متاخد الربس اللي جوه الاكسترنال pull out اغذتها للخارج فزادت الربس are pulled inward فلذلك اللي رح تشوف انو الربس رح تتخل لي جوه والسايز ما ثورت الكافتي رح يقل الدايفرام رح يصير لاصلا ريلاكس واللانجوش رح تصير رح تنضغط compressed رح يصير لها اوكي من زاد الضغط فاذن اخو ما باقي الضغط لانو ممكن تنفجر عندي زاد الضغط كلش عليا لانو قللت الثورس الكافتي قللت الحجم والضغط اللي كان يتحمل بحجم معين صار متحمله بحجم اقل فلذلك الضغط كانو رح يخنبني فاتخلص علي انو اخرج عملية ال expiration عزا هنانا اقفت قانون رح يربط لي انو tension اقول الشد اللي رح تتعرض اليه فالجسم معين يكون بداخله ضغط اوكي سواء ضغط سائل يكون عندي ضغط غاز من اكو ضغط معين داخل في التجويف سواء هذا التجويف كان استواني كان bubble انو اوكي او سواء كان سفير فاذا رح يتعرض الضغط معين بداخله ضغط معين اكيد السطح او السورفيس او شون نقول مثلا احنا البالونة الغلاف مال البالونة رح يسلط ايضا مثل الشد ضد هذا اللي عندي فالقانون رح يربط لي انو الشد هو الضغط اللي عندي و ال ريدياس اوكي اللي هو ما البازلز اللي موجود فمثلا خليم بقى هذا القانون حسمي باللابلس اللي هو العالم مالته 6806 الضغط اللي رح يسلط ال وال مال تيوب ضد شنو اللي تعرض عليه ش رح يساوي رح يساوي تمام فإذن فإذن الحاصل ضرب الضغط في ال ريدياس تقسيم ال رح يساوي لي فإذن اسمه تيشن ال برجر مثلا هنا خليم باوع هنا فإذن برجر معين دي تسلط على ال وال التيشن حيكون عكسة حيكون من ال الداخل اوكي التيشن رح يساوي لي حيص ضرب ال P في ال R تمام على T فهنا دي يقول T هي التيشن اللي هي الشد او التوتر ال P ل برجر ريديس أوكي عندي و T هي ال وال ثقن ما لل وال اللي عندي هزا هنا رح يحتي عن ال Arteries مثلا وال Bane It's a classic example of La Play Slow أوكي فرح يقول لي ال P رح تساوي هنا طلع الضغط هي ساوي لي التنشن على R فلما يزداد التنشن رح يزداد بنقصان R تمام فالتناسب عكسي بين الضغط وبين R فكل ما يكون عندي مثلا خلن نفرض انه القطر أو نصف القطر كل ما يكون تبقى نقدر نقول مثل الثابت للسفير اللي تتعرض لصطح واحد من الكود رح نطي ثم هنا للببل رح أضرب بأربعة هاي في حارة دق احج عن شنو عندي عن P فهن رح ألاحظ انه التنشن اللي رح تتعرض لها الشكل السفير اللي هو الدائري حيكون أقل من اللي رح يتعرض اللي عليها حيكون أقل تمام من السيرفيس تنشن ماتها أقل تمام من اللي رح تتعرض إلي السيلندري سيلندري هلاحظ هي حاصل ضرب الضغط في الار هنا لا تقسيم فيه نفس الحالة بالببل أقول التنشن ما لاتش رح يساوي لي P على فور فرح يقل أكثر التنشن عندي فيقول لك لما أكفد نقطة ضعيفة بالارتوري رح يتحول الارتوري إلى شكل مثل السفير عمدي يقل التنشن اللي يتعرض إلي للسفيري الممبران عندها تنشن فور أكف الريدياس أوكي فإذا الريدياس معينة فإذا الريدياس ما سيلندري إذا أقول وما السفير هي نفسها بس شكل السفير رح يخلي يتعرض إلى تنشن أقل من التنشن اللي يتعرض السيلندريكا another way هس إذا أنا رح يكون عندي هذا الشكل اللي هو Y tube كأنه هذا Y tube مربوط ب two bubbles يذكرني كأنه عبالك أنه الألف يلي من المرتبطة بالبرونكيوز الألف يلي أحجام ها مختلفة تمام هنا يريد يثبت لي فكرة أنه أنا رح يكون التغير هنا مو التغير بالضغط تمام أو مو أنه أنا دعون ضغط الوحدة أكثر مثلا هنا تغير الراديوس يخلي الألف للوحدة تتعرض إلى ضغط مختلفة عن اللي تتعرض لها مجاورتها وكلهم رح يتعرضون للنفس التنشن شلون هنا الراديوس قليلة الضغط ما تح يكون أعلى لأنه التناسب بين بس التنشن هنا نفس التنشن هنا تمام على الرغم من أنه الراديوس مالتها أعلى بس الضغط اللي رح تتعرض إلي أقل فهنان اللاب سلو يريد يوضح لي فكرة أو يثبت لي فكرة مهمة أنه يابع أنت عندك التنشن رح يتناسب طرديا ويا الار ويا البي التغير بأحدهم رح يسوي التنشن تمام مثل ما هنانا حتيني أنه أنا دحول شكلها من السفير للسيلندريقل تمام على موش أخفف الضغط اللي عليها وأخفف التنشن اللي عليها بالأحرام وضغط الضغط حثبته حغير بالرديوس مالتها فحلاحظ التنشن اللي رح تتعرض لها مثل ما قل نهنان السفير أقل من التنشن رح تتعرضها بالسيلندريقل لأنه هنا حقسمها على 2 تمام فرح يقل التنشن فرح أمنع أنه شنو يصير لها أو تتأثر أو تنهار نفس الحالة هنا أحجام هتكون مختلفة فالضغط مختلفة بس التنشن ثابتة هس أكل لانج ديزيز اللي هي رح تأثر أصلا أنا عندي المورفولوجي أحيانا تسوي لها أحيانا تسوي لها دامج أحيانا أصلا عملية من تكون صحيحة فعندي هواية أمراض مثل عندي الربو من تزداد من تزداد من تزداد من تزداد من تزداد فإذا أنا رح يقل فرح يسوي لي هاي حالات الاختناق اللي إذا أحتاج بها بنتونين انهيار يصير عندي فالكفاءة مرة أكيد رح تقل طبعا هذا المصطلح من يصير عندي كولابس بالألبيولي إنه دايصير عندي تبادل الأكسجي والتاربون دايوكسايد بس ما كوفاد هوا جديد دايمر بالألبيولي فديصير عندي هذا المرض فديصير كولابس بالألبيولي أصلا مثلا إذا التهاب بالبرونكيال تيوب من يصير التهاب فأكيد رح يصير تمدد بي فالشون نقول الريزستنت رح تزداد فالأيرفل رح تقل فلذلك أحيانا أحتاج إلى جهاز تنفس الكرونيك obstetractive pulmonary disease COPD الإنفسيما عندي اللونغ كانسر الفايبروسيز إذا صار عندي مثلا الأبنومال بيلتاب أوفلود من يصير عندي فلود فإيضا رح تعيق أيضا حركة الهوى اللي دايصير عندي الإنفكشن اللي دايصير عندي مثلا نيمونيا أوكي الفايبروسيز أوفلانك تليف الرأة تتكاسف الأخشية الموجودة بين الحويصلات الهوائية فالمس الحويصلات الهوائية كأنه الحجم ماذا يعود ب شون نقول إحنا الحويصلات الرأوية هي عادة تكون كلش رقيقة تمام بحيث عمدي يصير تبادل غازي بينها وبين الكافيلاري فمن تتكثف عملية التبادل الآن ماذا يصير عندي بطريقة صحيحة أوكي الفايبروسيز هو أنا أعرف أصلا النسيج اللي عندي ما الأي جسم من يصير لفايبرويد رح يثخن فلذلك عملية تثخنها ما رح يخلي عملية بطريقة صحيحة فرح يأثر على الحجم بلوك اللونغ آرتوري أنه أصلا امبولزم عندي خثرة فما يصير أصلا تبادل غازي هاي عدد من الأمراض يفضل أنه نحفظها كل زي نفتهم ونفتهمها ليهنانا انتهى موضوعنا قانون الوحيد اللي عندي أنه اللابلس اللابلس داي ريدي يوضح لي علاقة بين التنشن وبين البراجر أوكي فداي قولي إذا بين التنش والبراجر والراديوس أنه عندي اثنين يتغيرون بثبوت واحد فمثلا بالارتوري استفاد أنه ثبت ثبت عندي الضغط مثلا زاد شنو الراديوس مثلا هنا ما السيلندري هلقت هنا نفس الحالة منشرح لي أنه أحجام مختلفة أوكي التنش الثاب اللي داي تعرض إليه أوكي بس الراديوس هنا داي اختلف ولي هنا محاضرتنا إن شاء الله تنتهي وأتمنى تكونوا فهمتوها اشتركوا في القناة